موسيقى الراجا جمهورها رسمالها موسيقى السلام عليكم يا الناس كيف رأيكم؟ الأمور مزيانة الحمد لله أجياجي كقدر الحياة ديالكم بلا راجا بديتك تولفوا شويون لماذا ذلك؟ المهم مرحبا بكم في فيديو وعود ثاني في الشان ثانية ديالنا في فقرة حتى نتعرف الراجاة كيف ديما؟ سوف ندعو علامات وفرقتنا والناقش وذلك الشي بيناتنا فقبل ما نبدأ حاول تأكد الحضور ذلك بديك لايك شكوموتر تهو هذه اللعبات هؤلاء الذين يعاونوا الفيديو باش أنه يطلع البزائب للناس وبالطريقة هذه سوف نوصلوا للمياس كاب الزربة هنشروا واقع لا نطولنا فيه أما إذا كنت جديد وأول مرة كنت سمعت الصوت سوف نقول لك مرحبا بك معنا وزيرتك الصمتة وتيالله بنا نبدأ قبل ما نبدأ الفيديو لا ننسى كيف نقوله أسقا سنباركي الأمازيغ العالم وخصوصا الأمازيغ الرجويين سنة سعيدة مليئة بالأفراح إن شاء الله هيا رجعوا للموادع ونبدأ بأول موضوع وهو قضية العروض وتصريح اللاعبين فالـ 48 ساعة الأخرى بنت خبار لأن زنيتي جاء عرض من الساوديو بمبلغ لما يقارب من اليارونس أكيد هذا الخبر هذا يبقى فقط خبر فيسبوكي ولا شيء عرسمي حتى قاعدة كان على ما أظن أن المكتب لا سوف يفكر أنه يصرف زنيتي خصوصا في الدرفة وبلا مندوع لأنه لم يكن البديل بالرغم من المستوى الذي يقدم زنيتي في الأواخير الذي يكون عارف بأنه ليس كيف مكان ولكن على الأقل سوف يقادي الغرض حتى فرق المكتب يفكر أنه يسرح زنيتي فرق خاصة يكون القالة بديل وحاليا في الرجا رب كل واقعية ولو عدنا ثلاثة الحرس بودلة لا أحد يستحق الرسمية في الفريق ومستحيل أنك تعود على شيء يوعد فيه وخصوصا في شطر الثاني للنفو سوف يزيد أكثر بأيو الغرب على التنفسي سوف يكون من المغادرون كإعارة فخر لماذا من المستوى والزوبير الذي يبقى حارس المستقبل ومستحيل أن المكتب أنه يفكر يدخل هذا ويحرقه مع الجمهور هو يلا بدي فالزنيتي مستمر مع النادي وحتى قاعدة كان شيئا ممكن أنه تكون في الصيف أو لا سوف يبقى في نفس الموضوع ولكن ما يسمى أخر هو بوزوق هذا الموضوع الذي يجدوين عليه في فقرات المغادرون بوزوق لديه عرض رسمي من الساودية وهذا أكدناه سابقا ولكن لحد القرار في المكتب لم تحسن خصوصا أن المدرب بدأت فكرة تسريح بوزوق عندما تعتبر من ركائز الفريق وحتى التعويض فالفرق سيكون صعب وصعب فهذا الموضوع ممكن أن نرى النتائج مستقبل ما هو الموضوع آخر وهو عودة المعارن وكيف لم يكن أعرف أن رجف الصيف الصيف تعتبر الكثير من اللاعبين كإعارة الفرق في البطولة الوطنية في القسم الأول كان يشد بلاسه كرسمي وكان يبقى في التوش وكان يحتل لي ما تقيد وهنا هين سيكون على طاعة أشبيلي اللي رجع رسميا للنادي من بعد فاش الفريق يوسفية برشيد باش أنه يقيدوا بسبب المشاكل المادية والمنع اللي كان عندهم وكان حتى فرح اللي غادي نشوف العودة ديولو فالأيام هذه المقبلة ويحتويوا لواقع لي نفس البلاند للطاعة أشبيلي غيره وقع لي البلاند مع المغرب تيطواني ما قدروش أنهم يقيدوا معهم وبهذا فراها التوناعي غادي تعتبروا بأنهم دوزوا إعارة فاشي لو ضيعوا رسمي هنا سنجدوا على اللبيب اللبيب اللي يلعب مع السؤال مرة مرة وكيننية لعود الفريق بسبب صد الخصص في الأديرة خصوصا مع راحل السبور ولو أنا ضد هذه الفكرة هل كيف يبالي باش أنك تعول على اللبيب كخيار تاني بالأمر فراعلا ما أظن أنها مغامرة والله ولا موتان ما علينا سنسود الموضوع المعارون ويمشون القضية أخرى وهي قضية بوغرين والراجع اللي رسميا تم تجديد عقد بوغرين إلى غاية 2026-2027 باش فيهم مكتر للموضوع دل بوغرين بوغرين كان جراجا بعقد يمتد لمدة موسم واحد مع أحقيات جديد ولكن العقد اللي كان فيه شرط وهو جديد خاص يكون قبل الميركاتو الصيفي بشوري المستوى اللي قدم بوغرين فالشطر الأول دي دي البطولة خلال إدارة دي النادي أنها متسنة حتى توصل لمدة اللي كان في العقد باش أنه يتم تجديد معه والمكتب الحال يضرب الحديد مع حد سخون وتمت جديد مع اللاعب لمدة ثلاث سنوات إضافية صراحة الصفقة عن البوغرين اللي كانت تبقى أحسن صفقة درناها في 4 سنين للأخرى هذه لدرجة أنني فش رجعت عند الفروق اللي كان معهم بوغرين بنادم نادم عليه دي البصح سواء الترجي وحتى الويداد اللي كانوا منافسين معنا فيه فكنت منونا التوفيق إن شاء الله وليما لا يزيد يجب نكسر أصلا ما هو عاجب نادم وسننذهب مع الموضوع وما قبل الأخير وسننذهب فيه على الراجعشوب والذي كل نهار ستخرج لنا بخبار زوين وفصال حلم السالك وآخر هو وهو أنه تم تطبيق خاصية ضفعين للإستيلم يعني حاليا والذي ممكن أن تقوم بعمل وما تخلص حتى توصلك للحطة ديالك حتى تجدك السعز في الوساطة الاستياد والذي العبادة اللي ستعاون خصوصا الناس تخفي ثمان توصيل خارج البلاد من بعد ما كان على مقادن 500 درم وما أكثر حاليا أو فقط بـ 190 درم وإذا وقتكم في القمار ستلبسوني في انتظار جديد المنتجات حتى طابقة الفقيرة التي اخترت له ونهار لم تكن شيئا ونسأل الفيديو ببعض أرقام اللاعبين في الشطر الأول للحساب من بعد ما تصدر محمد بولكسوت لأيحة المراوغات الناجحة بالنسبة 99% كان المبارك في المركز الثالث لأيحة الاكثر 100 تمريرة ناجحة في ماتش واحد والتي اخدتها كونتر وجدة وكان المقدم تاول 100 تمريرة ناجحة ولكن ضد السؤال كان تصابير بوغرين أخدتها أكثر صنع الفرص في ماتش واحد وكانت كونتر ايتيحة الثانجة وآخر المراوغات ناجحة في ماتش واحد والتي كان في المقدمة النفاتي في 11 التمرير كونتر دزمام ومعبوكسوت في المركز الثاني بعشرة دي المراوغات نضد التعطوان. وهنا رضي نكون وصلنا للاخر. رضي نقول لكم ماتش اللي كان فيديو وقفة في درايف فقرة عشنا وطعرف الراجعة. بعد اكين ديك لايك من سيتياش. يوى سير الله يرد عليك. وحاليا فارد قريغا نقول لك peace